السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة اخرى في قناتي معي سرى كيفاش عاملين لا بس عليكم صحيحة مزيانة نتمنى تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله كيفما كيبا واضح على الشاشة اننا غادي نعملو وصفات صيفية بامتياز فخليكم معايا حتى الاخر للفيديو وفرجة ممتعة اول حاجة كن بدو بها هي الخبز دينا باش تختامر عندي هنا يا مائتين وخمسين جرام ديال دقيق القمح الكامل يعني او زلافة للناس لي ما عندهمش الميزة زلافة دقيق القمح الكامل وكاس ديال دقيق الفورس كنزيد هات شوية الفورس هي باش كي يخلينا يعني يخلي العجينة ديالنا التعلك معلقة ديال الملح وغادي نضيف معلقة السكر مع جوج معلقة صغر ديال خميرة ديال الخبز كي يبقع له حسب درجة يعني دل حرارة اللي متواجدة في هاد الحاليا وكن نضوبهم في شوية دل ما كنخليهم يتفعلوا وكنضيفهم الدقيق ديالنا وغادي نضيف هنا يا جوج معلقة ديال اليوغور طبيعي كيفما كتلاحظوا معايا تقدروا تستغنوا عليها ولكن كي زيدوا واحد الهاشاشة الخبيز ديالنا كن بدون عجنوها يعني كالعادة مزيان حتى كنخصلوا على واحد العجين كيتلسق كيفما كتلاحظوا يدي كلهم ملسق غادي نضيف قيمت ستلاسة المعارق ديال زيت الزيتون باش بحالي غادي نورقوها بزيت الزيتون نضيف واحد شوية قدروا تستعنوا بالعجنة ولكن انا على 4 كيلو يعني نعجنا بيدي وكتجي سهلة وكتوجد دغية هاد الخبيز هادي عد اول يعني القوام اللي يخصنا نحصلوا عليه وكشوفوا يدي كيتلسق يعني حل ما كانت خفيفة حل ما كتجي ديال خبز هشيشة غادي نخل نغطيها ونخليها ترتاح ما بين ربع ساعات تل العشرين دقيقة ونرجع لها وفي هاد الاثناء هادي غادي ندوز نوجد الحشوة اللي غادي نرافقه بها عندي نقرع الخضرة ودبنجالة اللي غادي نقطعهم دوائر وغادي نديرهم في الفرن يعني نديرهم في اللاطة وندخلهم الفرن انتم اذا بغيتوا تقليهم كيبقى لكم الاختيار نرشوهم بشوية المليحة وواحد جيج معلقات ديال زيت الزيتون باش تحمر معانا فقط كان زيدنا اكد اذا بغيتوا تقليوها كيبقى لكم الاختيار وغادي نرافق يعني عايكون عندي صندويش ديال الكابد ندي هنا يا قطع الكابد الكمية كتبقى على حسب عدد افراد الاسراء على حسب يعني انتمو ما بغيتو كندر له يعني تشارميلة ديالنا العادية اللي فيها القصبر مع الدنوس فيها التومة فيها الملحة الفلاغابرة الكامون والسودانية كتبقى اختيارية انا دائما كتكون عندي قريعة عمرة بالتشارميلة باش كتلقها وجدة يعني سهلة وفوحد المقلة غادي ندير جوج معلق ديال زيت الزيتون وكان بدا نشحر فيها كيف ما كتلاحظو حتى كتطيب الكبدة مخصاش الطب بزاف مجرد انها تدبل فقط كنرفعوها من فوق النار وديك تشارميلة اللي بقت لي فسط المقلة كنضيف لها ثلاثة المعالق حتى الاربع المعالق ديال سلسل جاهزة يعني سلسل طماطم عفواً على هاد زعزع ديال الكاميرا سلسل طماطم جاهزة هادي ديال كاخا وكان خليها تلبس ديك تشارميلة باش جينة لديدة هاد سلسل هادي نخليها حتى تغلم زيان وتشرب ديك لقامة عاد نطفع لها وكتكون هي بديل ديال الكيتشوب نرجع للخبيز ديالنا كيف ما كتلاحظو سرحتو وزيتو واحد مع القديل زيت الزيتون ونلويتو على الاربعه على هاد الشكل هذا كندهن طاولة العمل ودابا غدي نجيب واحد القطعة وغادي نقطعه غادي تخرج لي ستديا القطح او ستديا البويوس كيف ما كتلاحظو معايا كنولين سرحوم ونطلقهم على هاد الشكل كنظن ان الصورة توضحو نفسها سافي هكا ووكن وضعو في واحد اللطة اللي كتدخل للفران اما كتكون مدهونة واما كتكون ملبسة بورق الزبدة فغادي نستمرنا هكا حتى نشكل ديك السا ديال القطاع ديالي ديال العاجين إذا بغينا نزيدو يعني يبدت كتلسق معانا ندهنو يدنا بشوية ديال الزيت وهكا بحل هدي كنورقوها باش كتجينه الشيشة وكتجينه مهوية من الداخل وكيجو هاد الخبيزات يعني معتمادين عندي في ليساندويش انا غادي نقرسم باش مديناش البطعة كتعرفوا الاطفال كيبغوي حيدوا البطاعة فهكا نقرسم شوية ومن بعد غادي ندللهم يعني غادي ندهنهم بالماء ونرشهم بالسانوج او بالحبة السوداء كيف ما غادي تلاحظوا معايا حالا وغادي نغتوها ونخليها تخمر ما بين عشرة دقايق حتى اربع ساعة على حسب درجة حرارة ديال المطبخ شحل فيها وصفي يعني من بعد نطيبهم عادي جدا كل واحد كيعرف الفران ديالو طبيعة الحل دابا غادي ندوزو نعدلو واحد العاصر اللي ضروري نرفقوه مع الصندويج ديالنا عندي واحد ثلاثة ديالبانانات اللي قطعتهم دوائر ودرتهم في المجمد وجوج ديال الماقوتا هما قطعتهم ودرتهم في المجمد وعندي حمضة معصرة يعني ليمونة معصرة وواحد يعني نصع البا ديال الحليب المركز المحلة هاد العاصر كيجيل ديد كزاف وكنزيدو له ما بين يوترو ديالما حتى اليوترو واربع على حسب الكتافة اللي انتو ما بغيناه هوش خفيف او لا تقيل خرشت الخبز من الفران شوفو كيجيه الشيش انا غادي نقطع معاكم عندما كيجيه الشيش ومحمر رائع الصندويجات ما غاديش نقطعها كملا يعني كنقطع حد الحد بش يجونا ذلك الصندويجات مزونين دابا غادي مدى نشكل صندويجات ديالنا كنديرو ديك صلصة طماطن اللي كنا حدرنا يعني قطلكم هادي بديل ديال الكيتشوب هادي واحد صلصة يعني صحية هكا لأطفال وكان نعدلو الخاص ثم كتستفو حسب الرغبة بغيتو تسبقوا الكبدة هي اللولا بغيتو تسبقوا القراع الخضراء ودبنجال كيبقى لكم الاختيار انا يعني بغيت نعمل هي الخاص ودبنجال والقراع والكابت وانتو ما كيبقى لكم الاختيار ضروري كان رفقو هاد اللي صندويج بشي بشي سالادها كتكون منعيشة ما صورتش سالاد لان اعملت واحد سالطة اللي سهلة مهلة اللي فيها غير الخاص الخيار الفجل الكرومب يعني البصيلة ماطيشة صافيو رفقتها بواحد صلصة ديال اليوغور يعني سالطة اللي يوميا اللي كان اعتمدوها يوميا في الوجابات ديالنا هنا يا سبقت يعني الكبدة وموراها عملت شرائح ديال الدبنجال مع القراع الخضراء وعد نعمل الخاص فوق منا انا قلت لكم كيبقى كل واحد على حسب الضوقة ديال مائدة ديالنا هادو ما الافكار ديال اليومة او اقتراحات ديال اليومة خبيز ديال صندويجات ماشي ضروري تعملوا الكبدة تعتمدوه في اي صندويج بغيتو اه صلطة يعني صلطة يومية في هالخاص ماطشال خيار زيتون اه رفقتها بسلصة اليوغور العاصر اللي كانت منى تجربوه لانه فعلا كيجي لديد بزاف بطاطس مقلية مع القديل الزيت مقلية في الفرن مع المليحة ومع القديل الزيت وهذه الوجبة ديال الغدد يالنا الصيفي ودبا ما بقى لغنقلكم مع السلامة ولقاء يتجدد بكم في فيديو قادم ان شاء الله